مجلس وزراء العدي عقد صباح اليوم بحضور رئيس الجمهورية دريس دبيتنو ناقش المجلس خمسة مواضيع قانون يتعلق الأول منها بوزارة إدارة الأراضي الأمن العام والحكم المحلي حيث شهد المجلس مداخلة بناءة أسفر عنها تأجيل مشروع القانون الذي ينظم البنود الخاصة بالمعارضة الديمقراطية في كات وفيما يتعلق بوزارة الصحة العامة ناقش المجلس المواضيع المتعلقة بإنشاء المجلس الوطني للطب التقليدي وقد تم تأجيله بغرض تزويده بالمعلومات أما فيما يتعلق بوزارة المناجم والتنمية الصناعية التجارة وترقية القطاع الخاص اعتمد المجلس مشروع القانون الذي يتعلق بتسيير وتعديل المجلس الوطني للتنافس الحر والذي يعتبر إدارة تابعة لوزارة التجارة مخولة بتنظيم الأعمال التي تتعلق بالتنافس الحر وأنشأ المجلس في العام 2014 ليحدد حرية الأسعار والتنافس الحر في كات وله 35 بند أما فيما يتعلق بوزارة استصلاح الأراضي وتنمية السكن والتمد ناقش وأجل المجلس موضوعي القانون الأول منهما يتعلق بتفاني فرع العيدات الضعيفة والمتوسطة ويتعلق ثاني بمشروع تعديل تسيير مؤسسات صندوق ترقية الإسكان وصندوق دمان القروض وصندوق دعم الفوائد بدأ المجلس الوزاري في تمام العشرة صباحا وانتهى في الثانية عشر وتسعة عشر دقيقة ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة